لا يمكن فصل التدخلات الخارجية للدول وطموحاتها التوسعية عن التأثيرات السلبية التي يشكلها ذلك على الاقتصاد الداخلي للدول فتركيا وعلى غرار ما يحصل في ايران تشهد عملتها انهيارات قياسية وقد وسعت الليرة خسائرها هذا العام الى حوالي 15% علما ان خطاب الرئيس رجب طيب اردوغان كان يرتكز بشكل كبير على النجاحات الاقتصادية الا ان الوضع الاخير وانهيار الليرة سيشكلان ابرز تحديات الحكم في المرحلة الانتخابية الدقيقة في تركيا الاقتصاد التركي الذي كان مصدر فخر الرئيس اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بدأ يسدد فواتير طموحات اردوغان الشخصية ومغامراته الخارجية هبطت الليرة التركية الى ادنى مستوى لها امام الدولار اذ وصل سعر صرفها امام الدولار لاربعة ليرات ونصف وبهذا الهبوط الجديد تفقد الليرة نحو 15% من قيمتها منذ بداية العام لتسجل بذلك اسوأ اداء بين عملات الاسواق الناشئة هذا العام العملة هي مجرد وجه لمعدلات اداء متراجعة لمجمل الاقتصاد التركي ارقام الموازنة العامة تكشف عجزا باكثر من 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي مقابل فوائض بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2015 وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 38% ليصل الى 77 مليار دولار وقفزت الديون الخارجية الى 438 مليار دولار مقابل 129 مليار عام 2002 وقت تولي حزب العدالة والتنمية للسلطة وبهذا الرقم يكون الدين الخارجي لتركيا قد وصل الى اكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي معدلات البطالة نمت بنسبة 11% وفقا للتقديرات الرسمية بينما تشير تقديرات غير رسمية الى ضعف هذا الرقم الضربة الاخيرة التي تلقاها الاقتصاد التركي سددها اردوغان نفسه بالحديثه عن نواياه للتدخل في السياسات النقدية بعد الانتخابات المقبلة تهاوي العملة التركية سبقه تهاوي الريال الايراني والاسباب واحدة فاقتصاد تركيا يسدد فواتير تدخل انقرة في شؤون جيرانها سوريا والعراق ومحاولات مد النفوذ في دول ابعد ما تكون عنها مثل ليبيا والصومال ومصر وغيرها بالمثل تراجع الاقتصاد الايراني تحت ضغط التدخلات المستمرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وتبديد العائدات النفطية الكبيرة للبلاد في دعم الارهاب وعلى الطريق لا يستبعد ان تلحق قطر بتركيا وايران في التراجع الاقتصادي لذات الاسباب معنا من اربيل استاذ الفلسفة السياسية سربست نبي دكتور سربست اهلا وسلام بك على سكاي نيوز عربية كما ذكر في التقرير هناك تهاوي في العملة التركية عجز في الموازنة العامة عجز في الميزان التجاري وازدياد في الدين الخارجي لتركيا برأيك لماذا تبدو الجبهة الاقتصادية تنفلت من بين يدي اردوغان مساء الخير نحن نعلم ان العامل الاقتصادة والازدهار الاقتصادي طوال 15 عام من حكم حزب من وجود رجل طيب اردوغان على رأس السلطة كان هو الابرس في استقطاب الرأي العام التركي نحو دعم سياسات حزب العدالة والتنمية هذا العامل يبدو من الواضح انه هو نفسه الذي سيفطي الى اسقاط او الى نهاية غير نهاية تراجدية لحكم اردوغان ومشارعه الايديولوجية لدي بعض الارقام ربما تختلف قليلا حجم الليرو التركية خلال العام الفائد خسرت 25% من قيمتها وليس 15% فقط في الشهر الفائد حسب بعض المؤسسات هناك 11% تقريبا من قيمتها خسرت منذ عام 2013 الى الان التضخم الليرو التركية 300% نسبة التضخم اضافة على ذلك التصنيف الاقتصادي التركي لدى المؤسسات الاهتمانية في ادنى درجاته هذا كله دفع الرئيس التركي خلال الفترة الفائتة كما نعلم وهذا موضوع حديث اخر الى استباق الى خطوة استباقية نحو اجراء الانتخابات ويمكن الحديث في هذا الامر التالي لكن هذا الامر هناك جزر له يعني الازدهار الاقتصادي الذي نشأ لتركيا خلال عقد من الزمن كان لعدة اسباب اولها سبب داخلي هو الانفتاح السياسي الجزئي او نتيجة السياسة السلام المعلنة تجاه المسألة الكردية تحديدا ووقف الحرب بين حزب العمال الكردستاني وتركيا طوال فترة معينة فضلا عن العلاقات الاقتصادية التي كانت مزدهرة بين اقليم كردستان تحديدا والعراق عموما وتركيا في عام 2013 ايضا حجم التبادل التجاري وصل حسب ما اتذكر الى 12 مليار دولار صبة في خانة الميزانية التركية كل هذه العوامل كان سببا في دعم والاستقرار الاجتماعي لكن تركيا ونزوع اردوغان طموحاته الايديولوجية المتواصلة هو السبب الاساسي الذي ادى الى ما حدث طبعا علينا ان لا نذكر امر هام هو الحرب الداخلية التي الحرب التي عانت منها سوريا الحرب الاهلية فقط في مدينة حلب سبعة الاف مصنع ومشغل تم سرقته وباشراف المؤسسات الامنية التركية وبيعت في تركيا معظمها الان تعمل على رفض الاقتصاد التركي والصناعة التركية هذا المنافس خاصة صناعاته نسيت نعم هذا العامل المنافس هذا العامل المنافس نعم الاقتصاد التركي كان الاقتصاد السوري لحد الكبير قبل الازمة نعم في فترات سابقة الان هذا الذي قاد الى شلل الاقتصاد التام في الوضع السوري ونتيجة الحرب وعواقبه قاد بالمقابل الى ازدهار السوق التركي خاصة المدن المتاخمة مثل عينتاب وارفا وغيرها حجم الازدهار والرؤوس الاموال التي انتقلت الى هنا اضافة الى عامل اخر الذي اسميه اقتصاد الحرب تحديدا اقتصاد مافيا الجماعات الاسلامية كمية الاموال التي ضخت الى اقتصاد التركي بسبب السياسات التركية والابتزاز هنا في هذه النقطة رابطور سربست البعض يرى انه في الوقت الذي كان ينبغي فيه على اردوغان الحفاظ على قصة النجاح الاقتصادي وتماسك الجبهة الداخلية سعى الرجل الى خوض حروب مغامرات في دول الجوار وربما ما ابعد من دول الجوار وايضا تبديد الاموال في دعم الشبكات الارهابية لماذا برأيك سعى اردوغان طول هذه الفترة لهذه المغامرات برأيك وانتهج هذه السياسة نحن نعلم طبيعة الذهنية الايديولوجية الان التي تتحكم بالتحالف الحاكم في تركيا التحالف يميني متطرف من اقصى الاسلام المتشدد الى اقصى القوميين حزب حركة قومية تركية لدولة بحجر الان كلاهما متحالفين امام ازاء جميع القوى الديمقراطية والمدنية والليبرالية داخل تركيا اردوغان مثله مثل اي نظام فاشي يسعى الان ليس فقط للهيمنة على المجال السياسي ايضا للهيمنة على المجال الاقتصادي تدخله المباشر في سياسات البنكية واحد مظاهر هذه الازمة لكن اسمح لي ان اعدل عبارة اردوغان لم ينفق من ماله الخاص او من الميزانية التركية على الجماعات الجهادية وعلى غيرها او الجماعات المتطرفة على الدوام كان هناك من يمول ويرفد الاقتصاد اقتصاد تحديدا ليس التركي اقتصاد حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية الان اكثر من مجرد حزب حاكم هو يمثل كيانا احتكاريا ضخما على الاقتصاد التركي يهيب على مجالات الصناعة والاعلام والتجارة وغير ذلك لا املك الان الارقام بدقة للحديث عن ذلك لكن لنذكر فقط حجم المال القطري الذي دفع في هذا السياق عبر بوابة تركيا وعبر تجارة السلاح وهنا وتدخل في ليبيا والسيرة معروفة سيرة التدخل التركي بالتعاون مع الجماعات الاسلامية هذه النقطة واضحة دكتور سبجيس اسمح لي على المقاطعة هنا هل نتوقع ان تستغل المعارضة التركية هذا الموقف لصالحها مع السمرار تدهور الاقتصاد التركي في الانتخابات المقبلة برأيك اردوغان خلال 15 عام لديه تقليد ولديه حدث فطري بالمخاطر فهو يستدرك يحاول دائما ان يستبق على غرار الفعل الذي اقدم عليه بتقديم موعد الانتخابات يبدو ان المعارضة ايضا تدرك هذا الامر بصورة جلية لكن اقتصاد التركي ليس هو ذلك الاقتصاد المتين هو اقتصاد انتقالي يقوم على تمركز كتلة مالية ضخمة خاصة كتلة مالية ضخمة التي قدمتها الدول اتحاد الاوروبي لاردوغان مع مجيئه الى السلطة بهدف تقديم نموزج الاسلام المعتدل وقتئزين وتسويقه في المنطقة لكن بدأ الان مع انحراف اردوغان عن هذا التوجه نحو مزيد من التطرف بدأت هذه الدول ترتاب في نواياه في مقاصدي واول مظاهر هذا الامر الدول الاوروبية والولايات المتحدة لا تواجه اردوغان سياسيا بوصف عضوا في حلف ناتو لكنها تستطيع ان تقوض اسس نظامي اقتصاديا عبر الاقتصاد وسندات المالية للاقتصاد التركي والصناع في جزية الاعظم هي ليست تركية هي اوروبية هنا هذه الاموال تعود الى البنوك الاوروبي وهذه رؤوس الاموال تعود وتحدث هجرة معاكسة وبالتالي ليس هناك ما يدعم الليرة التركية داخلية الان في ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي المقلق ماذا عن الشعب التركي هناك ارتفاع في معدلات البطالة برأيك هل يمكن ان يعاقب الشعب التركي الرئيس اردوغان على سياساته الخاطئة على تدهور الحاصل في الاقتصاد باختصار لو سمحت المواطن التركي هو مواطن براغماتي بالمناسبة وحريص جدا على استقرار وضعه المعيشي ولديه حساسية مفرطة ازاء امتيازاته الاقتصادية لهذا السبب اعتقد وهذا متوقف على الوضع الاقتصادي خلال ايام القادمة قبل الانتخابات لكن بالتأكيد سيكون هناك تأثير كبير على موقف الرئي العام التركي وشارع التركي ازاء اردوغان اردوغان الآن يثير مخاوفهم بطريقة ديماغوجية كما تعلمون اليوم القمة الاسلامية استطاع ان يستدرج العديد من زعماء الدول الاسلامية الى معركته الانتخابية بطريقة معروفة والمتاجرة بشعارات قضية الفلسطينية وغير ذلك كل هذا الامر يريد ان يدفع بنحوه لينسي شارع التركي الازمة الاقتصادية القادمة والتحادي الاقتصادي الذي ينتظر خلال فترة القادمة شكرا جزيلا لك دكتور سربست نبي استاذ الفلسفة السياسية حدثتنا من اربيل